نشفة الاخبار السورية من القناة الاعلامية الثانية لبنت سوريا الحرب على سوريا معارك تتواصل بين الجيش السوري والمجموعات المسلحة تتسع رقعة الاشتباك حين وتنحسر حين اخر حلب وفيها المعركة الكبرى حيث سيطر الجيش السوري على التلة وثكنة الدفاع الجوي الاستراتيجية في منطقة الشيخ نجار شرق حلب بعد استهدافه لتجمعات المسلحين في محيطها ومن ثم اقتحمتها قوات خاصة من عدة محاور واستمر الجيش في ملاحقته للمجموعات المسلحة حتى بلدت الطعانة وسيطر عليها بشكل كامل ريف اللاذقية لا يزال صوت الاشتباكات فيه عاليا حيث يتابع الجيش السوري تقدمه باتجاه منطقة الكمين الشرقي المطلة على بلدة ربيعه الكبير فيما تستمر الاشتباكات في محيط جبل النصر الذي يشرف على النبع المر والحدود التركية قضاء على الارهاب في اي منطقة سوف ينعكس ايجابا على عملية محاربة الارهاب على امتداد الارض السورية وامتداد محور المقاومة ايضا لذلك انتصار الجيش العربي السوري وعملياته في منطقة شمال الاذقية في منطقة كساب هي استكمال للخطة التي يقوم بها الجيش العربي السوري في ضرب الارهاب والقضاء عليه استهداف المدنيين يستمر في اغلب مناطق دبشق حيث سقطت عدة قذائف هاون في محيط ساحة الامويين ومنطقة الجمارك وعلى منزل بالقرب من حريقة الجاحل ما خلف اصابات بين المدنيين واضرارا مادية في ريف دمشق واطرافها يواصل الجيش السوري مراحقته للمسلحين ضمن سلسلة من العمليات ضد تجمعاتهم في قرى الغوطة الشرقية والريف الغربي وجوبر وبلدات القلمون يستمر الجيش السوري في عمليات عسكرية في جبال القلمون في ريف دمشق عمليات وصفت بالدقيقة نظرا لطبيعة جغرافية خاصة للمنطقة التي فرضت نوعا خاصا من القتال حسام زيدان العالم من جبال القلمون ريف دمشق استمرت الاشباكات العنيفة بين وحدات الجيش السوري وقوات الدفاع الوطني من جهة وبين الجماعات المسلحة في محيط المرصد خمسة واربعين بريف اللذيقية الشمالي واكد المرصد المعارض مصرع اربعة وستين مسلحا بينهم اربعون من جنسيات عربية واجنبية خلال يومين من المعارك اعلن وزير العدل الكويتي نايف العجمي تقديم استقالته من الحكومة وذلك بعيد اتهامه من قبل الادارة الامريكية بدعم الارهاب خضع وزير العدل الكويتي نايف العجمي سريعا للضغوط الامريكية وقدم استقالته وذلك بعدما اتهمته واشنطن بدعم الارهابيين في سوريا وخصوصا جبهة النصرة وفيما اشار العجمي في حديث لصحيفة الرأي الكويتية الى ان تقديم استقالته جاء نتيجة مشاكل صحية يعاني منها قال ان الحكومة ستبت بالامر يوم الاحد والعجمي ينتمي الى ما يعرف بمجلس الدعمين للثورة السورية في الكويت وقدم مساعدات عينية ومالية الى مناطق تسيطر عليها المعارضة المسلحة ومن بينها مساعدات عسكرية في اطار ما سمي بحملة النفير لدعم المجاهدين في سوريا كما تم اتهام العجم من قبل السياسيين كويتيين بدعم الارهاب وكان مساعد وزير الخزانة الامريكي المكلف شؤون الارهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين اعلن في وقت سابق ان اختيار العجم لمنصب وزاري خطوة في الاتجاه الخطأ مذكرا بان للعجم ماضي جهاديا في سوريا وقد جمع اموالا لصالح جبهة النصرى ونعود الى التطورات الميدانية في سوريا وخصوصا في ريف دمشق مع مراسلنا هناك سمر حاتم سمر ابرز التطورات الميدانية في ريف اللاذقية نعم تهيل في ريف اللاذقية تتواصل العملية العسكرية التي يقوم فيها الجيش السوري لاستعادة بعض المناطق الحدودية التي دخلتها مجموعات تتبع لجبهة النصرى ومجموعات اخرى من الجبهة الاسلامية طبعا الجيش السوري الذي قطع الشك باليقين لبوضوع قمة الـ 45 الاستراتيجية وكان قد جارها رئيس اركان الجيش السوري العماد علي ايوب والجيش الذي اصبح ما بعد هذه القمة الهامة الجيش الذي يخوض المعارك على ما يعرف بالكمين الشرقي عسكريا وهو الجهة الشرقية من هذه التلة التي تشرف على مناطق ربيعة والكبير التي تعتبر الآن احد ابرز الممرات للمجموعات المسلحة وطرق الامداد نحو جبهة كسب بالاضافة الى السدافة الدائم المحيط جبل النصر القمة الاخرى الاستراتيجية المصادر العسكرية تؤكد انها مستمرة في عملية السيطرة على التلال الهامة وهي فعلا معركة مرتفعات والتلال تهيل طبعا المجموعات المسلحة بدأت تنشر مقاطع فيديو وصور لقتل قادتها وهم من ابرز القياديين في المعرك قتل امير جند الاسلام قتل ايضا العديد من القياديين الذين كانوا في السادق في جوانترامو والان يقاتلون تيري فلادقية من جنسيات مغربية ايضا من جنسيات سعودية وطبعا معظم المقاتلين هم من جنسيات غير سورية يبرز الدور ايضا لطبعا الدور التركي في التغطية النارية لهذه الجبهة التي تقاتل على هذه الجبهة لكن الجيش الذي يطبق مناطق الشبك بشكل تام هذا اليوم استطاع سلاح الجو استهداف عدة نقاط وارسال للمسلحين في قرى الكبير تحدث كانت هناك درمة قوية في قرية الكبير لرتل المجموعات المسلحة استهدفها سلاح الجو في الجيش السوري بالاضافة لاستمرار الرمايات النارية بامتياز يعني المواجهات المباشرة قليلة باستثناء اقتحام قمة الخمتة واربعين منذ أيام التي كانت عملية برية لعناصر خاصة من النخبة في الجيش السوري استطاعوا استعادة هذه القمة الاستراتيجية وتطويق وحضر مناطق الاشتباك وهذا ما يمهد للجيش السوري الدخول إلى كسب في مرحلة لاحقة طبعا بعد وضوح عدة انهيارات في هذه الجماعات المسلحة لكنها ما تزال تستقدم تعزيزات ويعني توضح ان الاشتباكات ما تزال على شدها سهيل والمعركة المرجحة اللي انتستمر ايضا لأيام وربما السابيع ما يرجح ايضا استمرار المعركة كما اسلفت ما كشفته المصادر المعارضة اليوم عن وصول اكثر من الف مقاتل من جنسيات مختلفة من الاردن الى ريف اللاذقية صحت ذلك سومر نعم سهيل قبل ان تبدأ هذه العملية قبل ان يتم الدخول الى كسب في 21 ازار كانت قد استخدمت المجموعات المسلحة تعزيزات من خارج المنطقة واليوم تعود لتستخدم الالف بعد حديث عبر المرصد المعارض والتنسيقيات التي تولي المجموعات المسلحة عن ان قتل المسلحين باتوا يعني يقاربون الالف ربما هي عملية استبدال لمن قتل من المسلحين وهذه المعلومات قد تكون مؤكدة بطبيعة الحال يعني واقع المعركة يشير الى وصول هكذا تعزيزات خصوصا كما ذكرت بعد ان قتل اعداد كبيرة جدا من المسلحين وما يزال يقتل خصوصا القياديين منهم وبالتالي المجموعات المسلحة تعتمد على هذا الامر والحكومة التركية والجيش التركي يغطي ويؤمن كل هذا الموضوع لكن الجيش السوري يعني هو بوضوح يعلم هذا المشهد ويتوقع مثل هكذا امور لذلك ايضا الجيش السوري منذ اليوم الاول حصن بتعزيزات وبتواجد قوات الدفاع الوطني واللجان الشعبية في تلك المنطقة لصد اي محاولة للأوليوم والمسلحة العسكرية تحدث عنها يعني تواصل هذه العملية دون الاكتراس كثيرا لكل ما يجري ايضا تهويله اعلاميا لنحية قدوم هذه المجموعات او غيرها مما تقوم به المجموعات المسلحة عبر عمليات التهويل الاعلامي لان وقع الميدان مختلف تماما عما يقوله المسلحون شكل التدخل التركي سومر في ريف اللاذقية هل هو ميداني مباشر ام يعني يتصل فقط بتأمين خروج ودخول المجموعات المسلحة مع سلاحها من اليوم الاول هو يعني تغطية نارية ميدانية المجموعات المسلحة التي يعني ربما لا تمتلك اسلحة ثقيلة كثيرة يعني وما شابه لكن المدفعية التركية والصواريخ الموجهة التركية شريكة تأتيها في المعركة ولم تتوقف ربما هدأت نسبيا لكنها لم تتوقف ما تزال النيران الثقيلة التركية تباهد للمجموعات المسلحة تغطي لها عندما تحاول اخلاء الجرحة عبر سيارة اسعاف تركية تغطي لها عندما تحاول اكتحام الى مناطق يعني استراتيجية والتدخل التركي هو تدخل عسكري بالاضافة الى كامل ما تتضمن العملية العسكرية اي ان ما اريد قوله ان الجيش التركي مشترك وشريك اساسي لهذه المجموعات التكثيرية يعني التي كما ذكرت يعني من جنسيات مختلفة شكرا جزيلا لك مراسلنا سومر حاتم من اللذقية على هذه المعلومات رفض وزير الخارجية روسي سرغي لافروف الربط بين عقد مؤتمر جناف ثلاثة لحل الازمة السورية ورحيل الرئيس بشار الاسد وراء ان ذلك غير مقبول وخلال مؤتمر السحفي عقده بعد اجتماعه بوزراء خارجية رابطة الدول المستقلة في موسكو اعتبر لافروف ان الارهابيين في سوريا يمارسون سلوكا لا يسمح لشركاء روسيا الغربيين بالترويج لفكرة ان الانظمة هي التي تؤوي الارهاب هناك محاولات عديدة لتغيير النظام وتحدثنا كثيرا عن هذا الموضوع منذ سنة في قمة قادة الثماني جميعهم قالوا انه يجب على الحفومة السورية والمعارضة الوطنية توحيد الجهود لتخليص سوريا من الارهابيين يجب مكافحة الارهاب قبل اي شيء اخر المطلوب عقد مؤتمر الجناف ثلاثة وربط عقاده برحيل الرئيس السوري بشار الاسد امر مرفوض بدوره اعلن المتحدث باسم الخارجية الروسية اليكساندر لوكاشيفيتش الاتفاق على اجندة الجولة الثالثة من المفاوضات بين الحكومة السورية والمعارضة واضاف ان النزاع المسلح في سوريا لا يحل بالقوة العسكرية او يحل بالقوة العسكرية ويمكن تسويته بالاساليب الدبلوماسية وحدها ودعا الى استئناف العملية التفاوضية في اسرع وقت ممكن لوكاشيفيتش ذكر باجندة المفاوضات المتفق عليها وهي وقف العنف ومكافحة الارهاب وتشكيل حكم انتقالي بمشاركة ممثلي كل من الحكومة السورية وقطاعات مختلفة من المعارضة نائبة المتحدثة باسم وزارة الخارجية الامريكية ماري هارف قالت ان اي قرار يتخذ باجراء انتخابات رياسية في سوريا لا يتماشى مع ما ورد في بيان جناف هارف اشارت الى ان هذا القرار سوف يصعب الامور فيما السعي مستمر لجلب الاطراف السورية الى طاولة المفاوضات واشددت على ضرورة المضي في العملية الدبلوماسية قدما ومعنا من موسكو مدير مكتب الميادين هناك سلام العبيدي سلام يعطيك العافية يعني لو تضعنا في اجواء الاتصالات التي تقوم بها موسكو حاليا فيما يتعلق بجناف ثلاثة فضل سلام في الحقيقة ثبت انت اسمعيني نعم تفضل في الحقيقة ثبت اعتباران دفع موسكو الى الحديث بهذه النبرة وبهذه الصيغة الاعتبار الاول ان الازمة الاوكرانية سرقت الانظار انظار المجتمع الدولي عن قضايا بلحة وهامة وبنها القضية السورية والقضية الفلسطينية والاعتبار الاخر ان موسكو ترى ان كل يوم تستمر فيه المأساسي السوري يؤدي ذلك الى سفك المزيد من الدماء وتعطيل الحركة باتجاه البسار السلمي للتسوية لذلك ترى موسكو انه كل الادعاءات التي يتم الحديث عنها حول تأخير عقد وجريف ثلاثة هي ادعاءات غير منطقية ولا بل ان مندوب روسيا الدائر لدى الامم المتحدة فيتالي توركين قال بشكل مباشر منتقدا الوسيط الدولي الاخضر الابراهيمي بان كل الحجج التي تقدم حتى الان هي حجج واهية ولا تعبر عن حقيقة الموقف وان سكو عملت مع الشركاء الاخرين في مسألة تنفيق جدوى الاعمال جينيب ثلاثة وجاء ذلك على لساني المتحدث من المزارة الخارجية وقال ان الامور متفق عليها بشكل عام ما يتعلق بالبحور الثلاثة لجينيب ثلاثة وهي الجانب الانساني وكذلك وقف اطلاق النار أو يعني التوصل الى التطاقات ميدانية لوقف اطلاق النار وكذلك التأسيس لمرحلة انتقالية في سوريا وتشكيل لجانب سلطة انتقالية بمشاركة سواء كان السلطة السورية أي الحكومة السورية أو مبثلي المعارضة المعتدلة وبطبع ترأس روسيا في يعني اعلى سلة من الاولويات موضوع مكافحة الارهاب وهذا ما تحدث عنه صراحة الوزير لابروتا اليوم في المؤتمر الصحفي ودعا الغرب الى ان لا يكيل بمكانين في هذه الامور وانما يتحرك سعلا في اتجاهها الحل السبن في سوريا دون ان يربط ذلك بمصير الرئيس بشار الاسد لانها الموضوع هو موضوع يتعلق بالمفاوضات نفسها وبالشعب السوري في نهاية الموضوع سلام العبيدي مدير مكتب الميادين في موسكو شكرا لك سوريا تخلصت من اكثر من نصف مخزونها الكيميائي حتى الان هذا ما اكده الناطق باسم الامين العام للامم المتحدة فرحان حق لكنه اشار الى تأخير مؤقت في جدول نقل المخزون بسبب الوضع الامني في الريف الشمال لمحافظة اللاذقية معارق اللاذقية جمدت عملية نقل المواد الكيميائية خارج السوريا رئيسة البعثات المشتركة لحظر السلاح الكيميائي سيغلدكاغ ترى انه بامكان الحكومة السورية التقيد بالجدول الزمني لتدمير هذا السلاح احتدام المعارك يصعب اتمام المهم هذا ما اكده نائب المتحدث الرسمي باسم الامين العام للامم المتحدة فرحان حق واضف ان دمشق ابلغته بالتوقف المؤقت للعملية 56% من المواد الكيميائية تم ازالتها حتى اللحظة 50% منها نقلت خارج السوريا و6% دمرت داخلها بوجود خبراء من منظمة الحظر والامم المتحدة سوريا تؤكد التزامها ترجع التأخير في اتمام العملية الى مخطط ارهابي لاستهداف السلاح الكيميائي هذا ما كشفه من دوبها في الامم المتحدة قبل ايام الجعفر اعرب عن خشية بلاده من قيام المسلحين باستهداف حاويات معبأة بالاسلحة الكيميائية بالهاون لحظة شحنها على متن السفن في ميناء اللاذقية المخاوف السورية من هذا المخطط غذتها روسيا على محمل الجد وزير خارجيتها اكد ان موسكو لديها معلومات عن تدبير مسلحين هجمات تستهدف عملية نقل الترسانة الكيميائية وكشف لفروف عن تنسيق لإحباط ما تصبو إليه المجموعات المسلحة ميدانيا نصيب عشرون شخصا بجروح جراء سقوط قذائف هاون على حياء باب تومة والقصاع في دمشق في الريف اللاذقية وصلت الفصائل المسلحة نعي عدد من قتلها وقياداتها الذين تنوعت جنسياتهم المسلحون سقطوا بنيران الجيش السوري في بلدة كسب وسائر خطوط الجبهة في الريف اللاذقية ووصل الجيش السوري استهدافهم مواقع المسلحين في قرى غمام والكبير وجبل الكوس في الريف الشمال للاذقية فيما تركزت الاشتباكات على محور النبعين جنوب غرب كسب وجبل تشال مغربها رد وزير العمل التوحيد المعارضة من لبنان يوجد نازحون سوريون ولم نشعر بضيق تجاههم ولا إلا بالأسى وبالتضامن وبالمساعدة ولكن إذا كان بينهم مقاتلون وبينهم إرهابيون وبينهم تكفريون فعلى الدولة أن تقوم بواجباتها وإذا كان مجلس التنسيق الثورة غير راض على هذا التصرف اللبناني فما عليه إلا أن يسحب النازحين من لبنان وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني رشيد درباس رد أيضا في حديث للميادين على أمين عامل اتلاف السوري المعارض بعد اتهامه لبنان بالعنصرية في التعاطي مع النازحين السوريين درباس دعا إلى إقامة مخيمات للنازحين السوريين على الحدود اللبنانية سوريا وطلب عبر الميادين من المجتمع الدولي حماية هذه المخيمات والمجتمع الدولي يستطيع أن يفرض هذه المناطق الآمنة لكي تقام هذه المخيمات بغض النظر عن أي مصلحة سياسية لا أعتقد أن النظام السوري أو المعارضة السورية سيبديان ممانعة في مثل هذا ولكن المجتمع الدولي إذا رفع رايته ووضع هذه المخيمات تحت عالمه فإننا على الأقل لا نكون حيال أزمة تهجير بل أزمة انتقال وتنقل في داخل البلد الواحد بعد جولتنا بالأمس في النقطة 45 والتلال الحاكمة شمالها وشرقها بريف اللاذقية الشمالية وتغطيتنا لجولة العماد علي أيوب رئيس هيئة الأركان العام للجيش والقوات المسلحة فيها بعد إحكام قواتنا السيطرة الكاملة عليها نتبع اليوم عمليات وحداتنا هناك التي تلاحق فلول الإرهابيين على الحدود مع تركيا تختلف الاشباكات العسكرية الميدانية مع اختلاف المناطق الريف الشمالي في اللاذقية الذي يشكل خط عرض من الجبال والتلال كان على مدى الأيام الماضية ساحة للاشباك بين المجموعات الإرهابية المسلحة ورجال الجيش العربي السوري والدفاع الوطني يمتز ريف اللاذقية الشمالي بكثرة الجبال والوديان هذه الجبال والوديان والتي هي بحالها طبيعية محاذية للحدود التركية الجيش العربي السوري ومن خلال سيطرته على عدد من هذه الجبال كان قد احكم السيطرة على المجموعات الإرهابية المسلحة على سيما التي كانت تتسلل من الدخل التركي باتجاه الداخل السوري وبحسب العمل الميداني العسكرية فان سيطرة الجيش العربي السوري على هذه التلال ينعكس اجابا على الواقع الميداني في الداخل السوري وبالاخص في ريف الاذقية الشمالي اشدت المعارك في تلك المناطق تمهيد ناري ومدفعي وتقدم للقوات على التلال مع غزارة النارية ناجم عن الاشباكات وعمليات الاختحام بتموضع الجيش العربي السوري على عدد من التلال المسيطرة في الريف يكون قد سيطر ناريا على معظم اجزاء الريف الشمالية لاسيما المحاذية للحدود التركية التي تسللت اليها مجموعات الارهاب بتسهيل ودعم لوجيسي من الجانب التركي فدخلت المجموعات الارهابية الى جبال امتدادها الجغرافي موجود في العمق التركية فكما كان مصير المسلحين الذين دخلوا من الحدود التركية باتجاه الريف اللاذقية الشمالية سيكون مصير من تبيعهم من المجموعات الارهابية وجبهة النصرة كريم الشيبان لاخبار التلفزيون من الريف اللاذقية الشمالية اكد مندو سوريا دائم لدى الامم المتحدة الدكتور بشار الجعفري ان السياسة الفرنسية جزء من الازمة يضمن عدم استهدافها للقواف التي تنقل المواد الكيميائية الى مرفأ اللاذقية قال الدكتور بشار الجعفري مندوب سوريا الدائم لدى الامم المتحدة ان السياسة الفرنسية جزء من الازمة في سوريا ولست جزءا من الحل مؤكدا ان الفهم الفرنسية لسياسة المنطقة مبني على مدى التاريخ على المنطق الطائفي والتفتيتي الفهم الفرنسي كان منذ بداية الازمة قاصرا عن فهم عن الاحاطة بمجريات ما يجري في سوريا من ازمة وتجلى هذا النقص في الفهم والمعلومات من خلال انحياز فرنسا بالمطلق الحكومة الفرنسية بالمطلق الى جانب الارهاب في سوريا وتنسيق المواقف بين باريس والدوحة وانقرة والرياض في موضوع تسليح الارهاب في سوريا السياسة الفرنسية كانت جزءا لا يتجزأ من الازمة في سوريا وليست جزءا لا يتجزأ من الحل السلمي والسياسي في سوريا كلام الجعفر هذا جاء في مؤتمر صحفي ردا على تصريحات منذوب فرنسا في جلسة الاحاطة في مجلس الامن حول عملية التخلص من الاسلحة الكيميائية في سوريا والتي ساقى خلالها جملة من الاكاذيب عن سبب عدم شحن المواد الكيميائية اخر من يحق له الكلام حول هذا الموضوع هو الحقيقة الوفد الفرنسي السفير الفرنسي لانه من الناس الذين حرضوا على استمرار العنف في سوريا من يقوم بتدمير البلاد هذا ليس معارضة وطنية هدول الارهابيين وعندما فرنسا تدعم هذه الفئات فيعني ذلك ان فرنسا منخرطة تماما في اذكاء الاعمال الارهابية في سوريا وعليها ان تتحمل مسؤوليتها امام اللجان الفرعية لمجلس الامن المعنية بمكافحة الارهاب الجعفر دعا من له تأثير على العصابات الارهابية في سوريا ضمان عدم استهدافها للقوافل التي تنقل المواد الكيميائية الى مرفأ اللاذقية واوضح ان سيكريت جاغ المنسق الخاص للبعثة المشتركة للامم المتحدة ومنظمة حظر الاسحة الكيميائية قالت في جلسة الاحاطة لمجلس الامن انه من الممكن عدم التقييد بالاطور الزمنية وان قذائف الهاون تسقط على دمشق ومرفأ اللاذقية بينما تتحدث مع المجلس مندوب سوريا الدائم اشار ايضا الى تقرير المدير العام لمنظمة الحظر المتضمن لنقل كمية كبيرة من المواد الكيميائية خارج سوريا وان الحكومة السورية عبرت عن التزامها بالاطار الزمني وبينما اعرب الجعفر عن اسفه لمعارضة بعض اعضاء مجلس الامن اصدار بيان تقدمت به روسيا يحذر من الهجمات الخطيرة على مرفأ اللاذقية قال ان اي احد من حلفاء تركيا وقطر والسعودية في مجلس الامن لم يمارس اي ضغط على تلك الدول بسبب تغطيتها الهجوم الارهابية على كسب اذ تم تهجير الالاف من السوريين الارمان وقتل العديد منهم من قبل العصابات الارهابية تحت غطاء عسكري تركي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف يؤكد ان الاولوية في سوريا يجب ان تكون لمكافحة الارهاب ويدعو الدول الغربية الى الاقلاع عن محاولات تبريره والوفد الروسي في الامم المتحدة يعلن ان الدول الغربية عرقلت اصدار بيان في مجلس الامن الدولي يدين العدوان الارهابي على كسب بريف اللاذقية موقف روسي ثابت بضرورة مكافحة الارهاب بكل اشكاله ورفض المحاولات الغربية لتبرير الارهاب عندما يحقق اهدافها جدد التأكيد عليه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف خلال اجتماع لوزراء خارجية رابطة الدول المستقلة في موسكو لافروف اكد ان حجم الارهاب في سوريا بلغ حدا لم يعد يسمح للدول الغربية بان تختبئ وراء دعاءات غير مبررة ومخالفة لقرارات مجلس الامن تفشي الارهاب في سوريا بلغ حجما لا يسمح لشركائنا الغربيين بالتمسك بزريعة تقول ان رئيس الاسد يساهم بسياسته في تنام الارهاب ومستو هذا الموقف غير مقبول اطلاقا نظرا لان جميع القرارات التي تم اتخاذها في مجلس الامن تطالب بعدم تبرير الارهاب تحت اي زريعة وزير الخارجية الروسي اكد ان الربط بين عقد مؤتمر جينيف ثلاثة ورحيل الرئيس الاسد عن السلطة هو امر غير مقبول مشددا على ضرورة ان تكون الاولوية لمكافحة الارهاب الاحاديث عن الربط بين عقد مؤتمر جينيف ثلاثة وموافقة الرئيس الاسد مسبقا على الرحيل وبعد ذلك محاربة الارهاب لم تعد مقبولة في الظروف الحالية لان مكافحة الارهاب يجب ان تكون اولوية غير مشروطة بالنسبة لجميع من لهم رغبة خالصة في تسوية الازمة في سوريا الوفد الروسي في الامم المتحدة اعلن من جهته ان الدول الغربية عرقلت اصدار بيان في مجلس الامن الدولي الى توقف عملية نقل الاسلحة الكيميائية خارج البلاد واعتبر الوفد الروسي ان الاصرار الغربي على رفض ادانة اعمال الارهاب في سوريا مرارا يؤكد مجددا تورط الدول الغربية بدعم الارهاب في سوريا ايغور كاراتشينكو الخبير في شؤون العسكرية الروسية ورجب سفاروف المدير العام لمركز دراسة ايران المعاصر اكد ان تركيا تسلك مسلكا عدائيا واستفزازيا ضد سوريا لن يؤدي بها ذلك الى اي نتيجة سوى المشاكل لشعبها ان من يحارب سوريا اليوم هم من مجموعات الارهاب الدولي بشخص القاعدة والمجموعات الارهابية المتطرفة الاخرى بالاضافة الى مقاتلين من عدة دول اوروبية وصلوا الى سوريا للمشاركة في هذه الحرب المفروضة عليها من الخارج وتركيا كما هي في السابق لا ترغب بتسوية الوضع في سوريا لذلك تسلك مسلكا عدائيا واستفزازيا واضحا هذه العملية العدوانية باتت مؤجلة لحين اخر وخاصة بعد انكشاف المخطط التركي او انها عمليا فقدت مغزاها كليا وفشل هذه العملية جاء على خلفية انه الى جانب القيادة السورية يقف الشعب السوري الذي اخذ يدرك يوما بعد يوم من هو عدوه وما هي الاهداف التي يتوخاها في بلده والان يلاحظ ان الوضع اشتاز نقطة الانعطاف وبعد فترة وجيزة سوف تشاهد السورية وهي محررة كليا من رجس الارهاب وفي خطوة عدائية ومتناقضة جديدة تعكس القناعات الغربية بتوجهات المواطن السورية حذرت ما يسمى بمجموعة اصدقاء سوريا من اجراء الانتخابات في سوريا منتصف العام الجاري وفي بيان اصدرته بعد اجتماعها في المغرب امس اكدت المجموعة ان نتيجة هذه الانتخابات لن يكون لها اي شرعية يذكر ان ما يسمى مجموعة اصدقاء سوريا باتت تقتصر على احدى عشرة دولة بعد ان كانت اكثر من مائة وخمس وثمانين وللسوريين كلمتهم في الرد على قرارات وبيانات تلك الدول المعادية لوطنهم احنا احنا نطور سوريا احنا نحن شباب سوريا هلا انا ما في شي هذا برأيي اسمه اصدقاء سوريا الشعب السوري هو اللي بيعرف مصلحته وما في حدا بيقدر يقرر مصلحة الشعب السوري غير هو يعني هو اللي بيحب اذا بيحب ينتخب بينزل بينتخب ما بيحب يبدي رأيه هو يحر ولا يحق الانسان ان اتكلم عن الشعب السوري او يناقش عن في الأرض أو في الكلام أو في الاقتراحات في الصناديق الاقتراحات هنه أعذوله كل شيء بالخارج هذا يمثل حاله ما بيمثل الشعب السوري وما له نحاء أنه هنه بيدخلوا بشون سوريا هوني اللي بدهوا يروح على الصناديق الاقتراع هاي ما هنه يأخذوا الأوامر منهن نحن كالشعب السوري نأخذ الأوامر منهن قانون الانتخابات واضح وصريح اللي بيحب بيشوف حاله أنسب له الموقع جيرا الشح حاله وفي صناديق اقتراحي بيذكرون الفاصل سوريا دولة حرة مستقلة إلى سيادة إلى كيان ما بيحق لأي مواطن أو كيان دولة مين ما كان هاي الشعب السوري فقط هو صاحب الكلمة الفاصل بهالموضع أصدقاء سوريا خلينا نشوفهم بقلب سوريا أول شيء اضطر وزير العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية الكويتي نايف العجم لتقديم استقالته من منصبه على خلفية اتهامه بدعم الإرهاب في سوريا والترويج لتمويله وأقل العجمي لقناة الرأي الكويتية أنه قدم فعلا استقالته التي سيبت فيها يوم الأحد المقبل عقب اتهامات وزير الخزانة الأمريكي المكلف بشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية كوهيم له والتي أكد فيها أن العجمي لديه ماض جهاديا في سوريا ويدعو للجهاد فيها ويروج لتمويل الإرهاب حيث زينت صورتهم ملصقات لجمع أموال من ممول مهم لجبهة النصر وهو ما رفضه العجمي ترجمة نانسي قنقر